الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوم عليهم ولا الضالين آمين ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف ويمهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعله من خير فلن يكفروا والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النارهم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرف قوم وظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يهلونكم خبالا ودوا ما علدتم ودوا ما علدتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا أمنا وإذا خلوا عبوا عليكم الأنامل من الغير قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصدكم سيئات يفرحوا بها وإن تؤمنوا وتتقوا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط سمع الله بمحمد الله بمحمد الله بمحمد الله بمحمد الله بمحمد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الموقوب عليهم ولا الضالين وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعدا للقتال والله سميع عليم إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدل وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبغوا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعلهم الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولله ما في السماوات وما في الأوم يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الْرِبَا أَضْعَافًا مُضَاعْفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْرِحُونَ وَاتَّقُوا النَّارُ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَاطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرض والسماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من را قبل أن تلقوا فقد رأيتمه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبلي الرسل أفإما تاو قتلا طلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤتي منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتي منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما طعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أنوا قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين الله سمي الله وليا الحميدة الله أكبر الله 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أدباركم فتنوا قلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به زلقانا ومأواهم النار ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونا بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتديكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يغنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مطاجئهم وليبتري الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم والله غفور حليم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لي إخوانهم وقالوا لي إخوانهم إذا طربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو مدتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن مدتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون والله بما يجمعون الله بما يجمعون الله بما يجمعون الله بما يجمعون الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فبما رحمة من الله ذنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غارب لكم وإن يخذلكم فما ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رقوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنا هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو دفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أطرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتبون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فذروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضل ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ألا خوف عليهم ولا هم يحسنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل أنقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رقوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين الله مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إنهم لن يضروا الله شيئاً يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئاً لن يضروا الله شيئاً ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أن ما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثماً ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليضلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فطره هو خيراً لهم بل هو شر لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا سنكتب ما قالوا وقت لهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين وإن يكذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات جاءوا بالبينات فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المدير كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذن كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأبور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتبونه فنبذوا وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا وقليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أذين الله سمع الله ويحبون الله الله ويحبون الله ويحبون الله ويحبون الله ويحبون 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 ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر اشتركوا في القناة اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين انعمت عليهم غير المغطوب عليهم ولا الضالين امين ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء وقدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنفى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وهوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن معنهم سيئاتهم ولو دخلنهم جنات ما تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسم الثواب لا يضرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاعها قليل ثم مأواهم جهنم وبكس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا وقليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون الله سمع الله لعلكم حميدة الله 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم رب العالمين قد أليك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدم الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وللظالمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتاما أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتاما فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنا ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فينطبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه عليئا مليئا ولا تؤتوا السفاء أموالكم الذي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وبتلوا اليتاما حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إصرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حطر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين يتركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سفيدا إن الذين يأكلون أموالا يتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا الله الله سمع الله وليم حميدا الله 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله 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 أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الوافين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصيتي يوصي بها أودين آباءكم وأبناءكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهم ولد فإن كان لهم ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصيتي يوصين بها أودين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فبكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصيتي يوصى بها أودين غير مطار وصية من الله والله عليم حليم ومن تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها مدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهيد والتي يبتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهم أربعة منكم فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهم سبيلا والذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما الله بسم الله الرحمن 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 الرحيم الله الرحمن 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 الر الله أخوك ورحمة الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعطلون لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعطلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كفيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قوطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غميرا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخاذاتكم وبنات الأخي وبنات الأخت وبنات الأخي وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرطاعة وأخواتكم من الرطاعة وأمهات نسائكم وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم فإن لم تكونوا دخلتم بهم فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان ظفورا رحيما الله سبيع الله ورحمة حميدة الله ورحمة حميدة ورحمة حميدة ورحمة حميدة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المرضوب عليهم ولا الطالين ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تطليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بهجارة من سجيل فاجعلهم كعصف مأكول الله يَا اللَّهُ بَلِيَا مُحْمِدَةً اللَّهُ بَلِيَا مُحْمِدَةً اللَّهُ بَلِيَا مُحْمِدَةً الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ولياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الموضوب عليهم ولا الضالين آمين دي إلاف القريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي يطعمهم من أجوع وآمناهم من خوف الله سعي الله لأم حمد الله 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 آمين مالك يوم الدين إياك نعبد ولياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الموضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله قل هو الله أحد لك لك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحط اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا في ما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك الشر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إلهنا إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت تباركت ربنا وتعاليت اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا يا ذا الجنال والإكرام يا رب العالمين اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وأكرم نزلهم ووزع مدخلهم ونقيهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغفرهم بالماء والثلج والبرد اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعود بك من سوء الخاتمة يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقى وسوء القضى وشماتة الأعدى وموت الفجاة وموت الفجاة اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن عين لا تدمع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وتحول عافيتك وفجاءة نقامتك وجميع استخاضك يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك العفو والعافية اللهم إنا نسألك العافية اللهم عافنا في أبداننا وفي عقولنا اللهم إنا نعوذ بك من الأمراض كلها اللهم من كان من بيننا من النساء من الرجال والنساء مريضا أو له قريب في المستشفيات وقد عجز الطب عن علاجهم وأنت الله لا يعجزك شيء اللهم فاشفهم شفاء لا يغادر سقما شفاء لا يغادر سقما اجعل ما أصابهم رفعة في درجاتهم وتكفير لسيئاتهم يا رب العالمين إلهنا وسيدنا إن لآبائنا وأمهاتنا حق علينا اللهم فمن كان منهم حيا فاطل عمره على طاعتك ومرضاتك وبتعه بالصحة والعافية اللهم ومن كان منهم ميتا رهين قبره فاجعل قبره روضة من رياض الجنة واجمعنا به في الفردوس الأعلى من الجنة يا ذا الجلال والإكرام اللهم فرج هم المهمومين فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقضي الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم اشرح صدورنا ويسر أبورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا اللهم وأصلح أولادنا أصلح أولادنا اجعلهم هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم أصلح أيمتنا وولاة أمورنا أليهم الحق حقا وارزقهم اتباعا وأليهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابا اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذلنا الشرك والمشركين ودمر أعداك أعدا الدين وانصر إخواننا المستضعفين فوق كل أرض وتحت كل سماء اللهم أصلح أحوال اللهم أصلح أحوال إخواننا المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني أنت الغني ونحن الفطراء إليك اللهم أنزل علينا الغيث اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا غيثاً هنياً مرياً سحاً غدقاً لافعاً غير ضار تحيي به البلاد وتمسع به تحيي به البلاد وتمسع به العباد يا من له الدنيا وإليه المعاد اللهم أغث بلادنا بالأمطار أغث بلادنا بالأمطار وأغث قلوبنا بالإيمان يا ذا الجلال والإكرام ربنا أغثنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل من أنك تستميل ذلي وتقال إلى أنك تبه ربنا لا تجعل حظنا من صيامنا الجلو والعطش ولا تجعل حظنا من قيامنا التعام والسهر نعود بك من النفاق ونعود بك من الرياء اللهم إذا نسألك الإخلاص نسألك الإخلاص بالقبل والعامة تقبل منا يا رب تقبل منا يا رب سبحانه ربك رب العزة على يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر